طيب ده كانت حاجة بسيطة جداً عن عمر لأنه هنتكلم عن عمر وعن حياته وعن بطولاته اللي خدها مع النادي الأهلي ويعني ايه بيلعب في نادي نانت الفرنسي وفي نفس الوقت بيلعب في النادي الأهلي هنتكلم في كل هذه الأمور يا عمر يعني الحقيقة يعني مسيرة طويلة وحافلة مع النادي الأهلي ولكن خلينا نبدأ معك في البداية كل واحد بيبقى دايماً فكره وكل الشباب الصغير دايماً فكره عايزة روحة لعب كورة عايزة روحة لعب كورة شو معنى تنس الطاولة؟ أنا لعب تنس طاولة عشان والدي اللي أرحمه كان مدرب تنس طاولة احنا بدأنا من نادي تسوق الرياضي نادي تسوق مشهور بتنس الطاولة وبعد كده في سن صغير جداً والدي قرر أنه ينقل حياتنا القاهرة عشان يدينا فرصة ذهبية أن احنا نلعب في النادي الأهلي أنا وخالد أخويا خالد عصر ودي متالكة من أفضل القرارات اللي والدي اللي أرحمه وأخدها أنه ودينا الفرصة الغالية دي أن احنا نلعب في النادي الأهلي في سننا صغير وفعلاً بدأنا نحنا نكسب بعض البطولات الناشئين مع النادي الأهلي لغاية لما بقى عندي 13 سنة أو 14 سنة بدأ النادي الأهلي يديني فرصة أن أنا أشترك في الدوري الرجال الدوري الممتاز ودي كانت حاجة غريبة جداً بالضبط كان دكتور علاء مشرف رئيس جهاز تنستولا في الوقت ده كان الدوري كنا بقى لنا فترة بنخسر الدوري فهو أخد قرار جريء جداً قال طيب إحنا بدل بنخسر هنلعب بلعيبة صغيرة نديهم فرصة يمكن في المستقبل يكسبوا وساعتها النادي الأهلي عمل حاجة كعته غير باقي الأندية التانية النادي الأهلي بدأ يهتم ببعض الحاجات الأندية التانية ما بتاخدش بالها منها خالص بدنياً بدأنا نهتم ونعمل برنامج بدني سواء في الصيف أو كمان في خلال الموسم فبدأ عندنا أن إحنا بقى عندنا جيل واثنين وتلاتة نقدر يكسب الدوري والبطولات العربية والإفريقية لسنين واسنين قدام ففعلاً إحنا أول مرة نكسب الدوري الممتاز كسبناه وأنا عندي 14 سنة لعيبة نهائي بين أهلي وزمالك من أشهر المطشط اللي عندنا في تنستطولة نهائي الدوري في الإسماعيلية وكسبنا بعد خسارة الدوري سنين كتير وكسبنا ومن ساعتها الحمد لله الناد الأهلي أي فريق بيلعب بيكسب الدوري والعندية الأفريقية والعندية العربية ودي أكبر ثلاث بطولات الناد الأهلي بيشترك فيهم في تنستطولة فالحاجة اللي برضو الناد الأهلي عملها بشكل يعني مبادر إن الناد الأهلي عمل مش جيل واحد لا أجيال تكسب لسنين كتير ترجمة نانسي قنقر